شهدين التسع صباحاً مع موجز الأهم من الأنباء مع منا الشرقاوي تفضلي منه شكراً لكي جموانا التسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتح سيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق بين وزارة البترول وشركة إني الإيطالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والتقع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سيسي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملأ وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المسال وجه رئيس السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقع حال جغرافي المتميز في قناة السويس جاء ذلك خلال اقتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الخطط الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاتثمارات فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروعات تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية ووجه رئيس السيسي أيضا بتطوير المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا حول قانون الأحوال الشخصية ويتناول الصالون عدة محاور منها أسباب ونتائج التفكك الأسري وآلية إدارة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بالإضافة لمناقشة أهم النقاط والمحاور الخلافية بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة عليها استعاد الجيش السومالي السيطرة على مدينة ساحلية استراتيجية كانت تحتلها حركة الشباب الإرهابية منذ أكثر من عقد ووصف رئيس الوزراء السومالي حمزة بري تحرير مدينة هيرارديري بالانتصار التاريخي ومنذ عام 2010 كانت هيرارديري وهي مدينة ساحلية تقع على مسافة 500 كم شمال العاصمة مغديشو تحت سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وكانوا يستخدمون البلدة الساحلية للحصول على المؤن أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي أن وفد الوكالة وصل إلى أوكرانيا للمساعدة في ضمان السلامة والأمن النوويين في ظل الصراع المستمر وأوضح جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون حاضرة بشكل دائم في أوكرانيا قريبا كان جروسي قد أعلن في وقت سابق عن خطته لنشر خبراء الوكالة في كافة المحطة النووية الأوكرانية بما فيها محطة تشيرنوبل التي خرجت من الخدمة منذ الكادثة النووية عام 1986 قالت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة بسبب فيروس كورونا للحصول على صورة أشمل لتأثير اتفاع عدد الإصابات هناك وأضفت منظمة الصحة العالمية أن هذه المراقبة مهمة جدا خاصة عندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير كانت الصين قد أعلنت أن نحو 60 ألف شخصا مصابين بكورونا توفوا في المستشفيات منذ أن تخلت عن سياسة صفر في الشهر الماضي وهي زيادة ضخمة عن الأرقام التي أعلنتها قبل أن تواجه انتقادات عالمية بسبب البيانات المتعلقة بكورونا نهاية موجز التساع عودة الاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل